ونبقى في إطار العقوبات المفروضة على روسيا حيث صرح رئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسي كونتي صرح بأن العقوبات على روسيا ستستمر وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد روسيا عام 2014 بسبب ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز إلى أنها عقوبات ستبقى صارية حتى تعود شبه الجزيرة إلى أوكرانيا في يونيو 2017 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح فرض قيود جديدة ردا على تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 هذا ويعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تشديد العقوبات ضد الاتحاد الروسي اشتركوا في القناة